طبعاً يأمل العديد من علماء الفلك أن يكون هناك بيئات واعدة للحياة خارج كوكب الأرض واكتشفت مجموعة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا ما يمكن أن يكون الدليل المادي الأول على وجود مخلوقات فضائية وحياة خارج الكرة الأرضية وأثارت الوكالة الآمال في العثور على حياة غريبة بعد أن أعلنت عن آثار لجزي نتجه الكائنات الحية على الأرض فقط ربما تم اكتشافه في كوكب خارجي بعيد طبعاً ما زالت الغاز الفضاء تثير فضول البشر أكثر من تلاصم المحيطات فبعد مئات من السنين أمضاه الإنسان في استكشاف الفضاء تنبه بعض العلماء أخيراً إلى حقيقة مفادها بأننا أصبحنا نعرف عن المريخ أكثر بأضعاف مما نعرفه عن محتوانا في كوكب الأرض ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ قيمة السياحة بالفضاء والتي تتنافس فيها شركات خاصة كبرى تطلق مركبات إلى الفضاء حاملة السائحين ما يزيد على تريليونات عدة بحلول عام 2030 طبعاً وبعد أشهر من العمل أكد تقرير أعده الخبراء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا والتي تؤدي دوراً بارزاً في الدراسة المستقبلية للأجسام الطائرة المجهولة وأكد التقرير على أهمية رصد هذه الظواهر باستخدام أجهزة استشعار متعددة ويمكنها من مراقبة ما إذا كانت بعض الظواهر المناخية تتزامن مع رصد الظواهر الغريبة وأكد التقرير ضرورة أن يكون عامة الناس منخرطين بصورة أكبر في الأمر من خلال ابتكار نظام يتيح جميع التسجيلات المأخوذة من الهواتف المحمولة مثلاً طبعاً توقعات ودراسات كثيرة حول ما يدور في الفضاء وبالفعل شفنا بعض الصور وبعض الفيديوهات عن بعض الأجسام الطائرة الغريبة وكائنات فضائية ربما